تميز الجناح الكويتي المشارك في معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 الذي شارك ضمن 80 دولة بالتصاميم الجاذبة المتنوعة كنموذج لمساعي البلاد في مكافحة التصحر والحفاظ على البيئة نعم حظي جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة تحت عنوان نحو الاستدامة باهتمام كبير من قبل الزوار حتى صنف من بين الأجنحة الأكثر زيارة وفق الإحصائيات أجرتها الإدارة العامة للإكسبو المزيد في هذا التقرير في حدث تاريخي والأول من نوعه ووسط معالم حضارية مختلفة وحوارات فكرية جناح دولة الكويت المشارك في إكسبو الدوحة للبستنة 2023 يظهر بنموذج متميز من بين 80 دولة ومنظمات غير حكومية تحت شعار نحو الاستدامة نتيجة تظافر جهود أبناء الكويت القائمين على الجناح والسعين إلى حصاد عملهم للظفر بالمركز الأول في إكسبو 2023 الدوحة طبعاً هذه الجهود توجد من جميع جهات الدولة حاولنا نبرز دور الكويت في البستنة وهو طبعاً شعار الإكسبو أو الإسبوة البستنة بسؤومة خصص في أربع محاور رئيسية اللي هي الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار بالإضافة إلى الوعي البيئي والاستدامة فحاولنا نركز على المحاور كلها سواء في تصميم الجناح أو في المحاضرات لله الحمد يوفقنا في تصميم الجناح الجناح الكويتي يتميز بأنه يجسد الالتزام بالتنمية المستدامة ليلمع بريقه مستقطباً جمهوراً متنوعاً مهتماً بالشأن البيئي من مختلف دول العالم الذين سطروا أثناء زيارتهم للجناح الكويتي في إكسبو الدوحة 2023 تقديرهم وإعجابهم في سجل الزوار مبدين سعادتهم بما شاهدوه من إتقان وإبداع كويتي حسماً تعرفنا مع البنات ما شاء الله بخصوص الطيور المحميات اللي عندكم وإن شاء الله نحاول أن نزورها عن قريب إن شاء الله ونزور كويت ونتعرفوا أكثر وأكثر وأكثر على تعاليمكم وكل شيء صراحة الدكور جداً جميل وحتى مداخل المعرض جداً جميل وعطونا صورة موجزة عن المحمية بالكويت وتشوقت لها جداً أنا كنت في زيارة للكويت قبل تقريباً سبوع ندمت أني لو أدري أنا كان رحتي جناح دولة الكويت المشارك في إكسبو قطر 2023 يتلألأ ويزهو من بين 80 دولة ومنظمات غير حكومية مهتمة بالشأن البيئي رافعاً على ما الكويت خفاقاً في سماء الدوحة محمد الحربي موفد تلفزيون دولة الكويت من معرض إكسبو قطر الدوحة ترجمة نانسي قنقر